صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمن يا غريب يا مظلوم كربلة ما خب والله من تمسك بكم وأمين والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم إن كان عندك عبرة تجريها فانزيل بأرض الطاف كي نسقي فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاري ولقد مررت على منازل عصمتي إن ثقل النبوة كان ألقيا فيها فبكيت حتى خلتها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها أي وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر على التل الزينب وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر المذهولة التصغي لصوت أخيها أي بأب التي ورثت مصائب أمها يا فاطمة الزهر بأب التي ورثت مصائب أمها أمها أي فغدت تقابلها بصبر أبيها أي لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقدي بنيها آية أي تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها آية أخي أبا عبد الله آية هذه أي نساء كمن يكون إذا سرت أي في الأسر سائقها ومن حادي دعين sí مأجور أي أahlen ، أي مدائها سيقها czyط يتح دوها بسبب أبي يعجبا لها بالأيام سألت تصونها وويلة واليوم آل أميتين تبديها حسرا وعز عليك لم يتركوا لك من ثيابك ساتر يحميها أولي 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 بقية محيرة وصفج بليدي بليدي يا أين لا عباس يبرالي يا أين يضربوني بنبجي وتدمع العين يا أين تبقي حسرت بصدري تكسر اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودعي فيها ولعى الظالميها عدد ما أحاط به علمك قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا منا هلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعتهم حقا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد كبير هذا التعبير وعظيم يعظم مكانة محبهم ويبين قدر شيعتهم الذين تولوهم ولم يروهم لأن الولاية من دون رؤية القصد من الرؤية يعني الرؤية الظاهرية من دون المعاينة هي أهم من تلك الولاية التي عاشها من عاش مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأن كما في أحاديث النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن شيعة أن شيعة علي الذين لم يروه أكثر فضلا من الذين رأوه وكذلك الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أن يروه ومن بعد أن لم يروه يعني أكو ناس إجوا قبل النبوة وآمنوا برسول الله وأحبوا رسول الله مثل الأنبياء كانت تعدهم محبة للنبي ولم يروه لكن رأوا نوره مثل من أخبروا من أهل الكتاب بصفات رسول الله وأحبوه ولم يروه إذول كان ثوابهم أكثر من الذين رأوا رسول الله وآمنوا به لماذا؟ ثوابنا إحنا أيضا إن شاء الله أكثر من أولئك الذين عاشروا وعاصروا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هو الدليل؟ لأنهم عاشروهم ورأوا كراماتهم وعاشروا أخلاقهم ورأوا معجزاتهم ونحن لم نرى ذلك إنما سمعناه بآذاننا وآمنا هذا الإيمان يكون مباعف هذا الثواب يكون مباعف فعندما نسمع الإمام عليه السلام يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا هذا يقرب قلب الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكثر فأكثر لأن أنا يصير عند اطمئنان أن هناك إلي رصيد عند الإمام المعصوم أنا صحيح مجبول ومجبور على طاعتهم نحن مجبورين على طاعة أهل البيت كفرض لما أقول مجبورين بعنوان فريضة الآن نحن بعنوان فريضة مجبورين على الصلاة وفيه الإنسان يترك الصلاة ليس شيء يقدر يكون تارك للصلاة لكن إذا أردت أن تكون عبداً لله سبحانه وتعالى الصلاة مفروضة عليك أنت مجبور أن تصلي حتى تكون عبداً مطيعاً لأن العبد متى ما يكون عبداً يجب عليه أن ينفذ الأوامر أنا لما أروح مثلاً تحت سلطة دائرة أشتغل موظف علي أن أنفذ شنو؟ أوامر تلك الدائرة ألتزم بالقوانين وإذا لم أكن موظف تلك الدائرة شنو؟ أنا في حل منها أنا حر شنو ما أريد أسوي أسوي لأن أنا مو موظف في تلك الدائرة فما دام أني دخلت في هذه الدائرة دائرة الولاية ودائرة الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أن أدخل أيضاً في طاعة أهل البيت في دائرة ولايتهم وطاعتهم فهذا الفرض اللي هو الولاية لأننا كلامنا للمخالفين شنو؟ اللي هما يقولون أنتم تعبدون عليّاً وهذا طبعاً افتراع إحنا ما نعبد أهل البيت على الإطلاق إنما ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمري منكم إحنا نرى طاعة أهل البيت واجبة علينا كوجوب الصلاة طاعة علي علينا واجبة كوجوب الصوم طاعة علي أن نكون ولاة لعلي شيع لعلي انصح التعبير لأن الشيعة والولاية هناك فوارق وهناك فواصل وهناك درجات أجي شخص إلى الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله أنا من شيعتك الإمام قال كذبت أنك لست من شيعتنا لأن الشيعة لهم مواصفات أصلا القرآن لما يريد يجي يعبر عن كلمة شيعة يقول وإن من شيعته لإبراهيم إلى هذا المستوى إلى هذه الدرجة نعم الإمام يقول قل أنا موالي قل أنا محب لكم ما يخالف هالمقدار المحبة اللي إحنا نعم مأمورين فيها اللهم والي من والاه وعادي من عاداه إني سلم لمن سالمكم إحنا مسالمتنا لأهل البيت نعم هي تساوي مسالمة رسول الله لنا إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم فهذه الولاية هي طاعة هذه الولاية هي فريضة طيب إحنا القلوب تهدأ وتستقر وتفرح عندما ترى أن هناك حب متبادل لما يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينة حتى إحنا نعرف حقيقة قدر الإيمان هذا وقدرها الولاء أنه إحنا مجبولين ومخلوقين من فاضل طينة أهل البيت دول اللي يشتغلون بالمخابز وكذا خاصة النظام القديم لما كان يسوي العجين يشيل شوية يخليه خميرة على جانب بالليل لما يريد يخبز يخلي هاي الخميرة شنو بالعجين الجديد ليش حتى يتخمر ويصير خبز طيب وجيد هذه الخميرة خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا هذا مهم ليش لأن فاضلوا طينة أهل البيت هو النور وهذا النور موجود في قلب كل إنسان موالي في أحد المجالس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الصادق ذكر رواية أخرى عن الإمام الرضا الذي قال ويسألونك عن النعيم الإمام سأل الإمام الرضا قال ماذا يقول الناس عن النعيم كانوا قاعدين مفسرين للقرآن في مجلس الإمام كل واحد جاب لتفسير عن النعيم واحد قال الماء البارد واحد قال الفواكه النعيم واحد قال الزوج النعيم واحد قال مادرء الأمان النعيم واحد قال المال النعيم الإمام عليه السلام قال لقد ذهبتم بعيدا إن الله لا يسأل العبد عن شربه للماء وعن أكله للطعام الطيب وإنما النعيم ولايتنا أهل البيت يسألونك عن النعيم النعيم ولايتنا أهل البيت أحسن نعمة بدليل الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي طيب هذا النور اللي هو من فاضل طينتهم الإمام الصادق عليه السلام يجي يبين يقول كلنا نقرأ آية الكرسي الذي والذين كفروا أولياؤهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور مهي شيء طيب الإمام عليه السلام شي يقول قال يخرجهم من ظلمات الجهل بمعرفتنا إلى نور ولايتنا وهم شيعتنا إلى نور الولاية لأن واحد يسأل الإمام يقول يا ابن رسول الله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت معنات الكفار اليهود الإمام قال لا لا تقول ذلك المشكلة هنا أنه فهم للتفسير مهم وأن نأخذ التفسير من أهل البيت صحيح الآية الكريمة ظاهرها اليهود كفروا بس تدري الإمام شي يفسير يقول والذين كفروا إذا اليهودي نور ما عنده مهي شيء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور هل اليهودي نور حتى يخرج من النور إلى الظلمات هو أصلا بالظلمات عرفت الأولاء قال يا ابن رسول الله إذن من أولئك والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال أولئك مخالفونا ومعادونا أهل البيت أولياؤهم الطاغوت فلان وفلان يخرجونهم من نور محبتنا إلى ظلمات نعم عدائنا وحقدنا والعداوة لنا أولئك الذين هم مخالفونا سبحان الله هاي المحبة ترى اللي عندنا هذا من بركات رب العالمين هذه من النطفة الطاهر ومن الحليب الطاهر حقيقة الآباء والأمهات في هكذا مجالس لازم يذكرون الأموات منهم الأحياء منهم كما يقول الشاعر لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن رواية عجيبة هناك رواية من غرائب الروايات يقول لو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من ولايتنا إلى عدائنا مضمون الرواية لم استطاع ولو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من مخالفين إلى طاعتنا لم استطاعوا زين شلون هذا اللي يستبصر مخالف يصير مطيع لأهل البيت هذا شلون ما يتناسب مع الحديث الشريف يقول هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى جعل المحبة في قلبه قد يولد في بيئة مخالفة لنا من أب وأم مخالفين لكن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب نور وذاك قضية موسى والخضر اللي قتل الولد قال هذا الولد راح يكون بعدين يمنع هؤلاء الآباء من الطاعة ومن الكذاة إلى آخره هذا الإنسان هو محب لأهل البيت لكن ولد في بيئة غير نقية مهي شيء يبقى يترعرع شاب كذا مخالف لكن فورا بمجرد بصيص نور للولاية تشوفه يستبصر ويصير موالي لأهل البيت هذا ذاته شنو كان ذاته موجود في طينة أهل البيت ولو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من مخالفين إلى طاعتنا لما استطاعوا وذاك اللي أصله بيعداء نصب لأهل البيت مستحيل أن يستبصر وذاك الموالي فعلا مستحيل أن يرجع ويصير مخالف لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لذلك احنا تشوف أنا شوف الدراسة لأنشتاين هذا الرجل الكبير العالم صاحب النظرية النسبية وحقيقة كان رجلا فريدا من نوعه في زمانه هذا الرجل أنا شوف الدراسة عنه أنه في آخر أيام حياته تشيع لأهل البيت وبقي إيمانه سرا بينه وبين من اتصل به يعني تلك الدراسة تقول أنه كان عند ارتباط بالمرحوم وحيد عصره آية الله العظمى السيد محمد حسين البورجردي سيد حسين البورجردي رضوان الله عليه اللي السيد بعث له نسخة من كتاب مفاتيح الجنان بعد أن طبعا ارتبط عبر شخص وهو أخه محمد رضا بهلوي شاه إيران حميد رضا بهلوي حميد رضا كان أحسن من أخوه كان من الموالين كان من التاركين للدنيا وحتى ما إلى ذكر يعني لما اللي راجع تقريبا السلسلة البهلوية ما يشوف ذكر لحميد رضا وحميد رضا كان من الأساتذة وكان من المتعلمين الذي ارتبط بهؤلاء العلماء واستطاع أن ينفذ إلى قلب هذا الرجل عبر مؤتمرات علمية وغير ذلك ويوصل إليه نور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويبعث أنشتاين والعهد على الدراسة وأنا أصور أن هذه الدراسة صحيحة ويبعث أنشتاين إلى السيد البرجردي أن الدولة الإسرائيلية عرضت علي رئاسة إسرائيل فترضون بذلك أنا أروح أصير رئيس أو كذا السيد منع من ذلك وكان مقلد لسيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه هذا ماذا يدل يدل على هذه الرواية الشريفة لو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من محبينا هذه المحبة موجودة متأصلة بس البيئة التي ولد فيها بيئة شنو مشركة لكن يجي يوم من الأيام إلى بصيص من النور فيتشيع أنشتاين يقول لما أنا قرأت الدعاء كميل رأيت نفسي عاليا روحي خفيفة تعلو نحو السماء عد هذا الرجل يصل إلى درجة من الإيمان مثلا في معراج رسول الله عد عنده تفصيل في الدراسة عن معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشلون النبي عرج به إلى السماء يقول أنا أعتقد بالإيمان الغيب أن الله قادر على أن يحمل رسول الله بجسمه وروحه ويخترق به السماوات السبع في ليلة واحدة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله طبعا المسجد الأقصى هم هنا أكو كلام ترى مو مقصود المسجد الأقصى الموجود هذا لأن معراج النبي كان من مسجد الكوفة إلى السماء المسجد الأقصى سئل الإمام الباقر أنا أبطيك رواية دليل أنه مو من المسجد الأقصى اللي مع الأسف حتى بعض المفسرين يقولون أن معراج رسول الله كان من هناك وهذا هو المسجد الأقصى المقصود اللي هو في الأرض وفي فلسطين سئل الإمام الباقر عليه السلام قالوا يا ابن رسول الله المسجد الأقصى أين؟ قال أين يقول الناس؟ قال يقول عند البيت المقدس الإمام عليه السلام قال لقد ذهبوا بعيدا لما الله يقول المسجد الأقصى يعني المسجد البعيد 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 أبعد نقطة في العالم في عالم الوجود والمسجد الأقصى بالنسبة إلى مكة من أقرب المسافات يعتبر سئل الإمام يا ابن رسول الله إذن ما معنى المسجد الأقصى؟ قال هو في السماء الرابعة في البيت المعمور هناك المسجد الأقصى من المسجد الحرام تدري ليش؟ والإمام عليه السلام صادق دائما وما عندنا إمام يشتبه ليش؟ لأن اللي دارسين يفتهمون نحن عندنا من وإلى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المعراج كان إلى فلسطين له إلى السماء كان إلى السماء مو يشيه فإذن المقصود إذا بيت المقدس يعني كان المعراج من مكة إلى بيت المقدس مو إلى السماء كان والحال أن الله يريد يقول أن المعراج كان إلى السماء فالمسجد الأقصى في السماء كما يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه طيب هذا أنشتاين هذا الرجل اللي حتى إسحاق نيوتن في هذه الدراسة يقولون أسلم وكثير من العلماء أسلموا وما قامت الثورة الفرنسية إذا تقدرون حتى على الانترنت أو كذا تبحثون أربعة آلاف قسيس قتلوا في الثورة الفرنسية اللي هذول يشتبه أنهم قد أسلموا وما قامت الثورة الفرنسية إلا لقتل هؤلاء الذين أسلموا سرا عبر هذول العلماء الكبار ها هذول شنو هذول لو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من موالينا إلى مخالفتنا لما استطاعوا هذا أصالة النور آل محمد موجود فيه عد هذا الرجل يبلغ من الإيمان أنشتاين يقول النبي عرج به إلى السماء وذاك المسلم صدر المتألهين الفيلسوف مل صدره يقول يقول من المستحيل أن يعرج بجسم رسول الله إلى السماء هذا مشرك يعني بالظاهر يقول من قدرة الله أن يستطيع النبي أن يصعد إلى السماء وذاك المسلم يقول مستحيل واذا قد عندنا مسلمين هيتشي واذا قد عندنا شيعي بهذا المنوال من التفكير اش قد عندنا من الموالين بهذا المنوال من التفكير في كل مجالات الولاء لأهل البيت عليهم ما عندنا ناس ينكرون كرامات أهل البيت ما عندنا ناس ينكرون معجزات آل محمد ما عندنا ناس يخالفون زيارة عاشوراء ما عندنا ناس يخالفون زيارة الناحية ما عندنا ناس يخالفون ظلامات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم من الموالين هاي المشكلة اللي قال المثل المعروف بس مايرت منك يا لوحة هاي المشكلة ان بعض الناس لما يجي الى والبعض مع الاسف من الغير المتغمين اصحاب التخصص يعني مو شغلة هذا مثلا يا با هذا زيارة عاشراء على سبيل المثال هذا دعاء الندبة هناك سند رواية هناك رجال حديث هناك الضعيف هناك الصحيح زين انا مو شغلة هذا اكو ناس متخصصين لهذا الامر هذا يقول لك هذه رواية صحيحة هذه رواية باطلة هذه قوية هذه ضعيفة هذا الرجل كذا الى اخرة شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا زين هذا الولاء يفيدنا لا الولاء لأهل البيت بفائدة ان له ما بفائدة دخل رجل على الامام الباقر شيخ كبير في السن قال يا ابن رسول الله افسح لي حتى اجلس الى جانبك كان المجلس في المدينة الله يرزقكم ان شاء الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل البيت المجلس كان غاص باهله دخل على الامام الامام اجلسه الى جانبه شوف شنو الولاء ما هي علامات التشيع شنو علامات الامان قال يا ابن رسول الله اني لأحبكم وأحب من يحبكم واني لأبغض عدوكم واني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم انا احبكم وابغض اعدائكم بس بعض الناس يقول لا احنا عندنا محبة اهل البيت بس ماكو داعي انعادي فلان وفلان هو الامام شنو الامام عليه السلام قال وهل الدين إلا الحب والبغض هل الدين إلا الولاية والبراءة مو احنا عندنا فروع الدين عشرة الصلاة من فروع الدين ومحبة اهل البيت من فروع الدين وبغض اعداء اهل البيت من فروع الدين يا حبيبي يجب عليك ان تبغض اعداء اهل البيت من فروع الدين صلوا على محمد القيامة القيامة الامام قال يا هذا اسمع هاي البشارة ازفها اليكم يا الموالين يا هذا اذا بلغت روحك الهنا سمعت ذلك من ابي زين العابدين عليه السلام اذا بلغت روحك الهنا قرت عينك برؤية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ورؤية الملائكة المقربين ورؤية منزلك في الجنة هنيئا لكم انا متأكد انا وياك عدنا هم توجه محبة وبغض وحلال وحرام قال يا ابن رسول الله ماذا قلت قال اقول قال ابي اذا بلغت روحك الهنا قرت عينك برؤية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ورؤية الملائكة المقربين ورؤية منزلك في الجنة قال قال يا ابن رسول الله اكذلك قال بلى قال هاتي يدك اخذ يد الامام الباقر وضعه على صدره يمسحها ودموعه تجري على خده الامام الامام اخذ من دموعه نثرها على الحاضرين قام الشيخ ودع الامام ماذا قال قال من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الشيخ لا تتردد بالمحب لا تتردد ببغضك لاعداء الى محمد اكل اعداء معروفين هاي زيارة عاشورة تقراهم اسماءهم موجودة قبائلهم موجودة عشايرهم موجودة كل من ينتمي الى هذه العشيرة انت تبغضه كل من ينتمي الى هذا الاسم انت تبغضه عرفت له لا واني لأحل حلالكم واخرم حرامكم انا اضطر ان انتقل الى اللغة الفارسية حتى لا يداهمون الوقت نعم بس شيعتنا منا خلقو من فاضل طينتنا ولی علائم شيع چه انقدر باید عمل ما شيعوار باشه انقدر اماموار باشه انچه که قرآن گفته انچه که خدا اگر واقعا مخواه ما بگیم ما شيعه هستی وإلا بنابر نظر بعضی آغايون و بعضی از روایات میگه بین محب و بین شيعه فرق زیادی هست شما محب هستید افرادی آمدن خدمت آقا امام رزا علیه السلام در خانه آقا از جای اومده بودن در خانه آقا اجازه ورود خواستن حضرت به خادم فرمودن اجازه شون نده بیان تو به خادم گفتن به آقا بفرمایید تعدادی از شيعهان شما آمدن نکنه یه روز بریم در خانه آقا ما رو رد بکنه که شيعه هم هستیم آی جونا به آقا بگید تعدادی از شيعهان شما آمدن بخان شما رو ببینن حضرت به خادم فرمودن جوابشون کن راشون نده روز دوم آمدن عرضه داشتن تعدادی از شيعهان شما مخان بر شما وارد بشن حضرت فرمودن راشون نده روز سوام بعضی روایات میگه تا چهل روز آخه این که میگه من شيعه هستم بلاخره میخواد جلب رضایت آقا رو بکنه نیست اصرار میکنه روز چهلام میگه آقا فرمودن بذار بیان داخل واو چشمان گریون چهل روز رسوای خاص سعام شدن گفتن مولای ما اون مخالفین ما بر ما خندیدن شما شيعهان حضرت هستید که لیاقت و دیدار آقا رو نداشتید به شما اجازه نداد وارد بشید حواستون باشه جمعونا یه کاری نکنیم ما در منزله و مرحلهی باشیم که آقا اجازه به ما نده سلامش بکنیم یا جواب سلام ما رو بده یا اجازه ورود بده حضرت فرمودن چه میگید شما گفتن آقا ما شیعه گفتن دروغ میگید شما شيعهان ما نیستید شيعهان ما اون که به حلال عمل بکنه از حرام تو شیعه هستی خمس نمیدی تو شیعه هستی نماز نمیخونی تو شیعه هستی موسیقی گوش میکنی تو شیعه هستی کار حرام میکنی تو شیعه هستی از حرام و نجاست دوری نمیورزی این شیعه دروغ میگید عوض خواهی کردن دست و پای آقا را بوسیدن حضرت فرمودن خود را موالی نام گذاری کنید بگید ما موالی هستیم نگید ما شیعه هستیم آی خادم چند دفعه این آمدن در خانه ما حضرت فرمودن حالا بنابرا روایات چهل بار حضرت فرمودن برو داخل و بیا بیرون چهل بار بر اینها سلام بکن برای اینکه حضرت دلشونو به دست بیاره بین شیعه و موالی فرق زیادیه حضرت امیر علیه السلام فرمودن شیعه ما اونهایی که حلال میخورن از حرام بدونن این قصه که بر باره امام باقر عرض داشتم گفت احل حلالکم و احرم و حرامکم حلال را حلال بدونه حالا شما میرید در همین کشوری که بلاخره آیا همین که نوشته حلال کافیه گفت که سیبزمینی ورده بود نم عربستان تو یکی از کشورها روی گونی نوشته بود حلال به خیلشون هرچی که باید شرق و وسط بفرسن حلال باید بنیسن که مردم بخرن سیبزمینی دیگه حلال حرام که نداره روی گونیش نوشته بود حلال حالا صحبت اینه هر جا نوشته حلاله برن بخورن هر رستوران یا حالا پیزاس یا حالا هرچی که هست نوشته حلال یعنی حلاله نه سپرمارکت روگوش نوشته حلاله آیا واقعا حلاله این الدنیا في حلالها حساب و في حرامها عقاب و في الشبهاتی عتاب اگر شک داشته باشی در گوشتی در این رستوران یا در این غذا یا در این مالی که داری میخوری و خوردی فقط شک داشتی که آیا حلاله یا حرامه خدا سرزنه شد میکنه روز قیامت چرا خوردی تو که نمیدونستی چرا انجام دادی چرا این راه را رفتی تو که نمیدونستی درسته یا نه یه راه های ما برات گوشتیم که درسته این راه امام حسینه این راه شما رو میاره به حسینیه زیارت عاشوراست دعای ندبست مجلس امام حسینه این راه های درسته شک کش و بهی درش نیست این راه رو برو دیدید وقتی توی خیابونه میرید فلش هایی هست نیست فلشه از این ور این خیابونه عزيباني خيابونه تا برو سنتت بقوله گفتنی بسیتی اونی چه که به خدا میرسونتت همین مجالسه اونی که ما را به خدا میرسونه مجالس امام حسین و ایام فاطمیه و شبهای قدر رو عرض میشود که آن چه که متعلقه به اهل بیت و عصمت و تهارته اما چقدر ما تا چند درجه شیعه هستیم تا چند درجه شیعه هستیم شیعه اونیه که جانش مالش خونش همیش وقف اهل بیت باشه یکی از کسانی که دفن میکرد مرده ها را در حرم آقا امام حسین چل پنجه سال پیش معمولا الان دیگه یه حسرتیه برای کسی که میمیره مثلا در حرم امام حسین دفن بشد دیگه ممنوع شده ولی چل پنجه سال پیش هر که میمرد میوردنش حرم امام حسین دفان اون حرم که دفن میکرد موتارا حاجره و دفان اسمش بود یه روزی یک پیر زنی آوردن دفنش کنن با این پیر زن یه جوان بود فقط معمولا در دفن پسر مرده محرم مرده اگه زن هست محرم مرده اگه مرد ولی مرده یعنی ایکی از ورسش مخصوصا ولی بزرگ وارس بزرگ مثلا وارد قبر میشه یا اجازه میده بر نماز بر اون جنازه و بقیه امور دفن این خانم پیر زن یه بچه جوانی داشت سینزه چارده سال عمرش بود گفتن اگه این وارد قبر سون بشه دق میکنه میمیره مرده ها رو ببینه قبر ها رو ببینه ظلمات رو ببینه چه کار بکنیم این زن هم محرم نداره حتی بعد از مرگ آی زن ها آی دختر خانم ها حتی بعد از مرگ حجاب بر زن واجبه حجاب بر زن جایز نیست نامحرم به مواش نگاه بکنه حتی بعد از مرگ یعنی این امر حجاب انقدر ساری از طرف خدا واجبه که تا بعد از مرگ جایز نیست مرده رو مواش نامحرم ببینه ها همین زنی که در دختری که در عالم دنیا با آرایش و با نمدنم فلان خودش را در ایام جوانی عرض اندام می کرد اما امروز که اومده گرفتاره اون حفر شده خدا مند بگه اینجا هم باید حجابت را رعایت کنیم چه کار کنیم این زن پیر زن هم هست کی دفنش کنه گفتن آقای دفوان حاج رزا بلاخره شما اینو ببر نگاه به صورتش نکن یه طوری چون باید صورت رو خاک بذارن دیگه یکی از واجبات دفنه سنن دفنه شما یه طوری از رو صورتش کفن وردار که مواش نبینی صورتش رو نبینی صورتش رو و سرش رو نبینی بی حجاب رفوارد قبرستان شد مردر که گشن و زمین یواش از ته پاش کفن و کشید که سرش در بیاد بیافته رو زمین طول کشید بیرون نیمد از قبرستان رب سعت نیم سعت معمولا ده دقیقه زودی مردر دفت میکن میمد نیم سعت هرچی صدا زدن چند تا دریچه داشت در سخن امام حسیم از اون دریچه چند تا اومدن پایین ببینن حجر و دفتان چی شد قضیهش اومدن وارشون کنار مرده دراز کشیده غشت کرده وردنش والا آب پاشیدن به صورتش اینا حال که اومد ازش پرسیدن گفت چی شده قضیه چیه ببینید خدمت به امام حسین چقدر ارزش داره ببینید فداکاریه برای امام حسین چقدر ارزش داره در این دنیا و آخرت گفت که تا من مرده را گفت بچه شو بیارید مخوام یه چند تا سآل ازش بکنم جوون مادر از دست داده رو وردن ازش پرسید گفت این مادر چه علاقهی با امام حسین داشته گفت نمیدونم ازش پرسید گفت هر روز روزه میرفته گفت نه گفت حسینیه ساخته گفت نه امام آدم های بیپولی هستیم پولمون از کجاست حسینیه بسازید حالا بعضی ها پولم ندارن حسینیه میخنن و پول ندارن حسینیه میسازن دل به دریا میزنن امام حسین هم کمکشون میکنه گفت مادرت چه کار کرده یه چیزی ها بیادت بیار به من بگو تا من ببینم چرا امام حسین با مادرت اینطور رفتار کرد و اونقدر به اون قیمت داد و او را مهمان خود کرد امشب گفت من پدرم را از دست دادم مادرم فقط من یه دونه یتیم را داشت یه روز از روزا من را صدا زد ما یه دونه مثلا گوساله داشتیم همه زندگیمون از شیر این گوساله بود یه وقتی ماست درست میکنیم میفروختیم وقتی پنیر وقتی همون شیرش را یه روز به ما گفت پسرم بیا با هم عهد بذاریم چون تو هم وارسی تو حق داری در این گوساله بیا شبهای جمعه تمام محصول این گوساله رو ما برایم امام حسین بذاریم میدونید کربلا و طویریج و حله و اینا مردم میمدن همینطور پیاده تو را تا حالا که توی قنوات فضاییات دیدید چطوری مهمونداری میکنن گفت ما بعضی شبهای جمعه گرس نمیموندیم شیر این گوساله رو میذاشتیم برای زوار امام حسین فداکاری این نه این که داره و به امام حسین میده نه داره داره به امام حسین میده قوت قیومش را داره به امام حسین میده شیره جانش را داره به امام حسین میده گفت احسن پسرم به نتیجه رسیدم همه دور حجرزار را گفتا آقا چی شده؟ گفتا من این کفن را کشیدم سورت روی زمین افتاد قبرستان مبدل به یک روزه بهش شد نوری درخشان تر از خرشید دیدم آقایی به سیمای البیار را روی سندلی دیدم زن از جا بیدار شد سدا زد السلام علیکی آبا عبدالله آقا فرمودن علیه علیه آیزن بیا بیا رو به من پیش من تو مهمانی امشب چه قیمتی داره اینا انقدر ما واقعا محبت داریم یا نداریم گاهی میشه از شیره جانمون بذاریم برای امام حسین میشه ما ای وقتایی اون وقت فضل اون وقت ثواب دار اون قدر اون وقت قادر دار اون وقت ارزش دار که ما از نداری بدیم نه از ما فضل عیشمون بدیم اونم خوبه اما اونی که نداره و یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه و یطعمون الطعام على حبه على حبه یعنی با این که دوست دارن این طعام و نیاز دارن مسکینن و یطیمن و اسیره این شیعه این محبت به امام حسین موالی اینه که وقتی ببینه بار امام حسین زمینه این بارو برداره خدا میدونه اونایی که شما دیدید ایام اربعین غذا میدن فلان میدن اینا یک قصیده برای مل باسم این اخیر خیلی جالب تعبیر کرده بود که اینا بیرون میخوابن زوارا رو میارن از سرما در امان میذارن تو خونه هاشون خودشون تو سرما میخوابن شب و روز در طول سال غذا رو خودش کمتر میخوره که اینا رو مونه جمع بکنه برای ایام اربعین کساهای برنج بشه به زوارا طبخ بکنه بده این موالیه این امام حسین شناسه شیعتنا ملنا خلقو من فاضل طینتنا وعجنوب ما ای ولایتنا امام حسین وقتی من شیع هسم و موالی هسم که اگر دار امر دائر شد بین دنیا من و بین حسین من کدوم را من ترجیح مدم حسین را یا دنیا من را این ایمان اینه الله اونجای که بین خدا و شیطان تقایس میشه من کدوم را من ترجیح میدم تو دانشگاه خدا و شیطان هر دوش هستن رای خدا را میرم یا رای شیطان را میرم اونجای که امر دائر بشه من پار روی حق بذارم یا پار روی باطل بذارم کجا را من ترجیح میدم موالی اینه اونقدرم اهل بیت آقا حسن که دست انسان را دست موالی را دست شیعشون را در اینجور جاهایی میگیرن عزیز من خوش به حال اونایی که فداکاری میکنن خوش به حال اونایی که خدمت میکنن خوش به حال اونایی که پشت پرده کار میکنن و خدمت به امام حسین میکنن و بخول امام بگیم الجند المجهول اللی ما احد يعرفهم یعملون للحسین ولا احد يعرفهم کسی نمیدونه تو سرماو تو گرما ملتفتی تطبخ میکنه ماشینه را اداره میکنه اون سیکیورتی غیروه صوت سداس البته این مجلس و این حضورهم تنزل فيه الملائکه کامام صادق عليه السلام ما اجتمع ناس من شیعتنا لذكرنا الا وتنزلت عليهم الملائکه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا سلام الله عليك يا ابا عبدالله ومفتاح وكليد همیه حاجات اغا سید الشهدان مولا بتربته الشفا وتحت قبته الدعا من كل داع يسمع له تربة فيها الشفا وقبة يجاب بها الداعی اذا مسه درّون درّون وذرّيةون درّيةون وذرّيةون درّيةون منه تسعةون درّون ائمة حق لا ثماء ولا عشرون ايقتل بمانا حسین بكربنا وفي كل عضو من أنامله بحروق بحروق انت تسمع باسم الحسین يرق قلبك يرف قلبك لهذا الاس انا ادري كلك شوق لزيارة الحسین خاصة ذول اللي صار لهم كم سنة ما رايحين لزيارة ابي عبدالله حتى التربة يشمها حتى الصورة يتحسر عليها عندما ينظر الى صور صحن ابي عبدالله وضريح الحسين كأنه يرى نفسه بين يدي ابي عبدالله هاي حرارة قلبك حرق قلبي للعقيل زينب عندما رأت اخاها بذلك الحال يقولون اصعب مصيبة على زينب كانت مصيبة الوداع والفراق انا ادري بعضكم شايفين الم الفراق وضايقين الم الفراق لكن مو هذا الفراق اللي اتوا ضايقين اللي شافت زينب ما شاف احد وقفت عند جسم اخيها ابي عبدالله تنظر اليه مقطع الاعضاء والاوصال تراه جثة بلا رهات الان جاي تريد تودع اذكرك بموقف يا حبيبي اكيد بعضكم رايحين بهالقرب من بعيد من قبل رحتوا الى زيارة الحسين وانت تريد تجي مسافة بعيدة يوم اللي تريد تودع الحسين شنو موقفك مو تروح وتجي كل ساة تودع ثم ترجع الى حرم الحسين تقول لا بعد عندي خمس دقائق وقت قلبك ما يطاوعك تفارق فورا موهيتي ترجع الى الحرم تقبل الضريح ثم تقف على بعد امتار من ثم ترجع اليه ثالثة رابعة تقول لا ابا عبد الله لا محال من الرواح والقلب غير راض بفراق اذا كان هذا حالك فما حال العقيل زيني ترى اخاها بذلك الحال لذلك خاطبتها تقول لا اخويا لا تقول لا تقول ما عندي شمروه ليش اخي من حق الميت على الحي ان يغسله ان يكفنه ان يصلي على جنازته ان يواريه الثراء لا تقول اخويا لا تقول ولما عندك أمرو أمرو لا تقول ضيعت الأخوة أنا ماشي يا حسين قوة أولد شوفوا الشمر بي ايش سوى ايش سوى ايش ساطى علمتوني تلاو اهنا بيت القصيد هذا البيت تقول له يحسين خوية ايش لون أنا روح وتبقى بالشمس يحسين مطروح ما تنظر خواتك يمك تنوح اي وطفالك تصارخ به ايه 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 برادر رو در چه حالی دید؟ نسر در بدن داره انگشت و انگشتر نداره صدا میزنه برادر هر کسی که برادر مرد داره او رو غص میده كفن میکنه دفنش میکنه نه یا دیدید تا حالا خوهری برادرشو روی زمین بذاره مگر زینب فقط زینب برادرشو روی زمین گذاشتاره نه غسلش داره نه کفنش گرد نه دفنش گرد نه دفنش گرد ملامتم نکن آخر ببین شمر بمن چهاکای های غریب حسین یا حسین یا حسین یا حسین معمولا کسی که پیشه یک فرد زخمی میاد نگاهه به دستو پاش میکنه نگاهه به صورتش میکنه کجای بدنش زخمه زینبیه نگاه کردید بدن برادر سر نداره دست برادر را این طرفان طرف کرد دید انگشت و انگشتر نداره چرا این حنجرد خوشکست و بیان مگر عباسه آبابر نداری برادر جان سلی مان زمانی آخ چرا انگشت و انگشتر نداری شنیس چاری می گزارمتو می رمام ای پارپارتا بخدام سفارا آخ چرا یا الله نسألك وندعوك بفاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها یا الله الهنا عجل فرجنا بفرج امام زماننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نجي شیعة العالم من يد جور الظالمین یا الله شیعة السعودية والبحرين والعراق وسوريا ولبنان والباكستان اللهم نجهم جميعا یا الله فرح قلوبنا بنجاتهم یا رب العالم اله نقضي حوائج المحتاجين سيما حوائج هذا الجمع ومن اوصاني بالدعاء اشفي كل مريض لا سيما المنظورين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في يوم الورود يا الله الهنا تقبل منا هذا القليل سيما من خدمة الحسين عامة ومن خدمة هذا المجلس خاص يا الله اجعل ثواب هذا المجلس في ميزان حسناتنا يا رب العالمين الى ارواح اموات امواتكم اموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن قتل على محبة اهل البيت الفاتحة قبلها صلوات امواتكم شكرا ة